حل الواجب الوظيفي من أسئلة الدورات المتعلقة بترس النفي الدورة الأولى الجملة عشرين هي من قاعدة النفي هل رأيت شيئاً ما؟ طبعاً الجواب أي شيء لدينا في السؤال كلمة كلكو شوز نفيها كلمة ريان وهي الإجابة الأخيرة إذن نفي كلمة كلكو شوز هي ريان السؤال ب أيضاً يتعلق بدرس النفي ريبوندي اون اتليزان لفورم نيغاتيف أجب مستخدماً الشكل المنفي لدي جملتين وعلي أن أجيب على هذه الأسئلة بطريقة منفية الجملة واحد وعشرين هل أنه مشروعهم؟ السؤال عن الغائب؟ الجواب يكون بالغائب نفسه الضمير إلى فيك إس يبقى نفسه بالسؤال والجواب أداة النفي الأولى هي ن وتصبح إن أبوستروف لأن الفعل يبدأ بحرف صوتي الفعل لا يتغير لأننا لم نغير الفاعل أداة النفي الثانية هي با وتتمت كلمات الجملة لا يوجد فيها تغيير نحول إشارة الاستفام إلى نقطة نكون قد أجبنا على هذا السؤال بطريقة منفية هم لم ينهوا مشروعهم الجملة 22 هل ترى أحدا ما في الشارع؟ الجواب نو الضمير ت يحول إلى الضمير ج ضمير المخاطب يحول إلى ضمير المتكلم بين السؤال والجواب أداة النفي الأولى هي ن باللون الأحمر الفعل فوى هو فعل فوار لا يتغير تصريفا لا جذرا ولا نهاية بين الضمير ت والضمير ج نعيد الفعل كما هو كالك أحدا ما حالة خاصة من حالات النفي هذه الكلمة نفيها بيرسون علينا أن نعرف كتابة هذه الكلمة حرفا حرفا بيرسون هي أداة النفي الثانية بدل كلمة كلكا وهنا لا نستخدم كلمة با أبدا أبدا تتمت كلمات الجملة دان لاري نقطة بدل إشارة الاستفهام جنوى بيرسون دان لاري لا أرائية شخص في الشارع الدورة التالية السؤال بي الجملة 22 تا جران مير ام لا فيانديلو بوصون هل جدتك تحب اللحمة والسمك؟ السؤال بهل جدتك؟ الجواب سيكون لا جدتي فالتا تحول إلى ما كصفة ملكية للمخاطب هي تا للمتكلم تصبح ما نعيد كلمة الجدة كما هي جران مير وهو اسمه المركب نضع أن أبوصرف أمام الفعل ام أمام فعل أحبة الفعل لا يتغير تصريفه طبعا لدينا حالة خاصة من حالات النفي وهي نفي العطف هناك حرف العطف A يربط بين كلمة اللحمة وبين كلمة السمك إذن لدينا نفي عطف نضع ني للإسم الأول وني للإسم الثاني ني لاظياند ني لوبوصون نحذف حرف العطف ونلاحظ أن الإسمان مسبوقان بأدوات تعريف لا ول فنحافظ عليهما في الإجابة لأن ما يحذف هو أدوات الجزئية وليست أدوات التعريف إذن نضع ني أمام الإسم الأول مع أداة تعريفه وني مع الإسم الثاني مع أداة تعريفه تصبح الجملة جدتي لا تأكل لا تحب لا اللحمة ولا السمك لننتبه إلى هذه الجملة وردت في الكتاب مع فعل مانجي أكلت ومع أدوات الجزئية فقد قمنا بحلها في الكتاب بحذف أدوات الجزئية نهائيا التورة التالية الجملة 18 إلى شيتسو ليفر هو يشتري هذا الكتاب هل هو يشتري هذا الكتاب؟ الجواب لا هو لا يشتري هذا الكتاب لا يوجد لدينا حالة خاصة يسألني عن أداة النفي الثانية فهي با بشكل طبيعي الجملة 22 الضمير فو يحول إلى نو أداة النفي الأولى هي نو آ في نحول النهاية من أزد إلى أو إن إس لأنها هذه هي النهاية الخاصة بالضمير نو أداة النفي الثانية هي با تتمت كلمات الجملة نقطة ننافون با با سيلو باك سي تي تي نحن لم نقدم الباكالوريا هذا الصيف الجملة 23 تترافاي تجور شي سيمون؟ هل تعمل دائما لدى سيمون؟ الضمير تي يحول إلى ج أداة النفي الأولى هي نو ترافاي هو فعل من أفعال الزمرة الأولى نهايته إس نحذف النهاية إس ونحولها إلى إ أو نحذف حرف الإس ونبقي حرف الأ كنهاية خاصة بالضمير ج بعد الفعل لدينا كلمة توجور دائما هنا لدينا حالة خاصة من حالات النفي تحول إلى كلمة جمي وتتم تكلمات الجملة نقطة جون ترافاي جمي شي سيمون؟ لا أعمل أبدا لدى سيمون الدورة التالية جملة مكررة الفوت حول إلى نو أداة النفي الأولى هي نو أفي تصبح أفون فأداة النفي الثانية لا يوجد حالة خاصة تتم تكلمات الجملة نقطة الجملة 23 هل تريد شيئا ما للأكل؟ نو تتحول إلى ج أداة النفي الأولى هي نو الفعل ليبقى نفسه تصريفا كجذر وكنهاية لا يتغير فعل فولوار يبقى نفسه لا يتغير تصريفه بين الضمير ت والضمير ج لدينا حالة خاصة هي كلمة كلكو شوز تحول إلى ريان نحذف كلمة كلكو شوز ونحولها إلى ريان تتمت الجملة نقطة Je ne veux rien a manger لا أريد أي شيء للأكل الدورة التالية الجملة 22 هل ستزور ابنة عمها؟ نسأل عن ضمير الغائب يبقى نفسه في الجواب أداة النفي الأولى هي نو الفعل فا كما هو فا أداة النفي الثانية نفي طبيعي تتمت كلمات الجملة نقطة أل نوفا بافيزيتي سا كوزين هي لن تزور ابنة عمها النفي وقع على أول فعل بعد الفاعل وهو فعل فا فعل آل الجملة 23 اسكل في مونكور هل ما زال يدخن؟ لدينا حالة جديدة من حالات طرح السؤال الكلي وهو باستخدام المصطلح اسكل للإجابة على هذا السؤال نحذف بطريقة طرح السؤال وهو بحذف الاسكل مع إشارة الاستفاهم السؤال عن الضمير إيل من ضمائر الغائب والجواب يكون بالضمير إيل نفسه أداة النفي الأولى هي نو الفعل لا يتغير أما أداة النفي الثانية فلدينا حالة خاصة وهي كلمة أنكور تحول إلى كلمة بلو ونضع نقطة في نهاية الجملة إيل نوفم بلو هو لم يعود يدخل إذن الإسكو حنزفت الغائب يبقى غائب الفعل لا يتغير نو أمام الفعل بلو بعد الفعل بلو بدل كلمة أنكور الدورة التالية إيل فو سورتير سو سوار هل يريد أن يخرج هذا المساء الضمير إيل من ضمائر غائب يبقى نفسه في الإجابة أداة النفي الأولى نو الفعل لا يتغير أداة النفي الثانية هي با نو و با أحاطتا بالفعل الأول سورتير سو سوار تتمت كلمات الجملة نقطة إيل فو با سورتير سو سوار هو لا يريد أن يخرج هذا المساء جملة ثلاثة وعشرون تيبوا أنكور دي تي هل ما زلت تشرب من الشاي؟ هنا تغيرات كثيرة تطرأ على هذه الجملة بداية الضمير تي يحول إلى ج المخاطب يعود إلى متكلم أداة النفي الأولى هي نو باللون الأحمر الفعل بوا شربة لا يتغير تصريفه بين الضمير تي والضمير ج يبقى نفسه بالتصريف أما كلمة أنكور فنفيها ولدينا هنا دي أداة جزئية تسبق اسماً واحداً فقط وهو اسم من الأسماء الغير معدودي وكون الجملة تحولت إلى أسلوب النفي فتحول أداة الجزئية إلى دو حولنا أداة الجزئية إلى دو ووضعنا الاسم وإشارة الاستفهام تحولت إلى نقطة إذن دي أداة جزئية تحولت إلى دو باللون الأزرق لأنها سبقت بنفي ونحن هنا نتحدث عن اسم واحد فقط ولسنا بنفي العطف فتحول تحويلاً إلى دو الدورة التالية الجملة 29 تترافايتو جورشي سيمون هل ما زلت تعمل لدى سيمون جملة مكررة وموجودة في الكتاب تشي تصبح ج أداة نفي الأولى هي ن ترافايتو نحذف الاس ونبقي الأ توجور تصبح جمي تتم تكلمات الجملة نقطة الجملة 30 الإيل تبقى كما هي أداة نفي الأولى هي ن ذو هو الفعل يبقى كما هو أداة نفي الثانية هي بطا تتم تكلمات الجملة نقطة الدورة التالية لدينا الجملة 21 من قواعد النفي أيضاً الإجابة على السؤال بطريقة منفية أو بطريقة مثبتة وما شابه نلاحظ أن الجملة فيها أدوات نفي جونيم بالي كونسير أنا لا أحب الحفلات وأنت الجملة منفية فيها أدوات نفي الحل الصحيح هو الإجابة الثانية مو نو بلو ولا أنا أيضاً فالإجابة الثانية التي اخترناها تتطلب جملة منفية فيها أدوات نفي أما الإجابة الأولى مو أسي هي إجابة بالإثبات على جملة مثبتة تتطلب جملة مثبتة في الأصل الإجابة الأخيرة موانو جواب بالنفي لكن على جملة مثبتة أيضاً إذن الإحتمال الأول مو أسي والإحتمال الثالث موانو تتطلبان جملة مثبتة ولدي جملة منفية فإذن المصطرح موانو بلو هو الصحيح الجملة الثانية وعشرون تيما لي أستاذ هل تحب الذهاب إلى الملعب التي تحول إلى ج أدات نفي الأولى إن أبوستروف أم هو فعل أم ما نهايته أس تتحول نهايته إلى أ نحذف حرف الأس ونبقي حرف الأس هكذا هو تصريف أفعال الزمرة الأولى مع الضمير ج بدل الضمير تي أدات نفي الثانية هي بطا نفي طبيعي ألي أستاذ تتمت الجملة نقطة بدل إشارة الاستفهام جنيم بطا ألي أستاذ لا أحب الذهاب إلى الملعب الجملة الثلاثة وعشرون هل تعمل دائما في هذا المصنع؟ الإسكو طريقة لطرح السؤال تحذف نأتي إلى الضمير فو ضمير المخاطبين الجمع يحول إلى المتكلمين الجمع إذن نحول الضمير فو إلى نو أدات النفي الأولى نو يجب أن لا ننساها نأتي إلى الفعل ترافية ينتهي بأوزد نحذف الأوزد ونحولها إلى أو إن إس هنا في اللون الأزرق فهذه هي النهاية الخاصة بالضمير نو ندينا أيضا حالة خاصة من حالات النفي توجور توجور نفيها جمي ونضع جمي بعد الفعل مباشرة تتمت كلمات الجملة ونقطة في الآخر برد الإشارة للإستفهام إذن هنا نهذف الإسكو الفو تحول إلى نو أداتنا في الأولى هي نو الفعل إزد نحولها إلى أو إن إسك نهاية توجور نحول إلى جمي وتتمت كلمات الجملة نقطة الدورة التالية الجملة خمسة وعشرون جونيبا أوبريي يكرير لدوفور اتوى أنا لم أنسى كتابة الواجب وأنت نلاحظ أن الفعل منفي يوجد أدوات النفي هي نو وبا الجواب على الجملة المنفية هو بكلمة موانو بلو ولا أنا أيضا الاحتمال الأول والأخير يتطلبان جملة مثبتة ونحن لدينا جملة منفية السؤال سي هو من قعدة النفي أيضا الجملة تسعة وعشرون هل تستطيعون السفر هذا الصيف الضمير يحول إلى نو أداتنا في الأولى هي نو نحول النهاية من أزد إلى أو إن إس تصبح بوفون أداتنا في الثانية هي با تتمت كلمات الجملة نقطة نو بوفون با ويا جي سي تي تي نحن لا نستطيع السفر هذا الصيف الجملة الثلاثون اسك الفيم انكور هل ما زال يدخن اسك تحذف الإيل تبقى كما هي أداتنا في الأولى هي نو فيم الفعل كما هو وانكور لدينا حالة خاصة تحول إلى كلمة بلو ونقطة في الآخر إلن فم بلو هو لم يعود يدخن إذر حذفنا الإسكور الغائب بقي كما هو ضمير الإيل أداتنا في الأولى نو الفعل كما هو وانكور نفيها بلو ونقطة في الآخر الدورة التالية الجملة 19 هل اشتروا شيئا ما؟ نلاحظ أن السؤال طرح بطريقة القلب بين الفعل والفاعل فتمت الإجابة بحذف طريقة طرح السؤال وإرجاع الفاعل إلى مكانه والفعل إلى مكانه إذا نلاحظ أن الضمير إيل عاد كما هو وهو من ضمائر الغائب فلذلك بقي نفسه في الإجابة يسألوني عن أداة النفي الثانية بالنظر إلى السؤال لدينا كلمة كلكو شوز شيئا ما؟ نفيها بكلمة ريان وهي الاحتمال الثالث إذن هم لم يشتروا أي شيء إذن كلكو شوز نفيها ريان الدورة التالية الجملة 26 جيوبليي دكرير لودوفوار إتوى نسيت أن أكتب الواجب وأنت لدينا هنا الفعل مثبت لا يوجد أدوات نفي إذن نحن بحاجة إلى مصطلح يتعلق بالجمل المثبت وهو المصطلح الأول مواؤ السي وأنا أيضا موانو بلو هي جواب بالنفي على جملة منفية وبينما كلمة سي تعني في اللغة العربية بلى هي جواب بالإثبات على جملة منفية إذن الإجابة الثانية والثالثة تتطلبان جملة منفية في الأصل ولدينا جملة مثبتة فالإجابة الأولى هي الصحيحة مواؤ السي الجملة 29 الضمير إي ليبقى كما هو أداة النفي الأولى كما هي ن أون الفعل لا يتغير فا هي أداة النفي الثانية تتمت كلمات الجملة نقطة إي نوم با تيرميني لور برو ج الجملة 30 تي تحول إلى ج أداة النفي الأولى هي ن الفعل لا يتغير كالكان نفيها بيرسون دان لاري تتمت كلمات الجملة نقطة جينوفوى بيرسون دان لاري لا أرى أي شخص في الشارع الدورة التالية الجملة 28 إي لا أشتتلا بارتو ما سيتيت هل اشترى الشقة هذا الصيف الضمير إيل من ضمائر الغائب يبقى نفسه في الإجابة أداة النفي الأولى هي إن أبوستروف تحيط بأول فعل بعد الفاعل لننتبه هنا أن آ هو فعل أفوار وآ شوتي هو فعل أشوتي يشتري هناك مسافة بيضاء بين الحرفين الآ حرف الآ الأول هو فعل أفوار فعل بحد ذاته وهو فعل المساعد وآ شوتي حرف الآ الثاني هو بداية فعل يشتري النفي يقع على أول فعل بعد الفاعل وهو الآ هو فعل أفوار أداة النفي الأولى هي إن أبوستروف وأداة النفي الثانية هي با باللون الأحمر تتمت كلمات الجملة لا يوجد فيها تغيير إلا إشارة الاستفهام نحولها إلى نقطة إن با شوتي لأبرتو ما سيتيت هو لم يشتري الشقة هذا الصيف الجملة 23 هل ترى شيئا ما في هذه الصالة ت تحول إلى ج أداة النفي الأولى ن الفعل فوار يبقى نفسه لدينا حالة خاصة كلكوشوز تحول إلى ريان في هذه الصالة تتمت الجملة ونقطة في الآخر إذن نحذف كلمة كلكوشوز كاملة ونحولها إلى كلمة ريان التي تأتي بعد الفعل مباشرة لا أرى أي شيء في هذه الصالة الدورة التالية الجملة 26 جونسي بورت بالا بوليسيون اتوا أنا لا أتحمل التلوث وأنت الجملة منفية فيها أدوات النفي نو وبا الجواب على هذه الجملة بالمصطلح موانو بلو ولا أنا أيضا مواء السي تطلب جملة مثبتة وي بمعنى نعم أيضا تحتاج جملة مثبتة إذن موانو بلو هي الإجابة الصحيحة على هذه الجملة المنفية الجملة 27 و28 مكررات من الدورة السابقة الجملة 28 تفوى كالكوشوز دان سيتسال جونسي بوريان دان سيتسال إذن نفي الطبيعي في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية كالكوشوز تم تحويلها إلى كلمة ريان الدورة التالية الجملة 21 جم لو قاتو اتوا أحب القاتو وأنت الجملة مثبتة الجواب هو مواء السي أنا أيضا الإجابة الثانية موانو بلو والثالثة سي تتطلبان جملة منفية ولدينا جملة مثبتة